السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك حبيبي يا رب كلكم طيبين وبخير واهلا بكم متابعيني في كل مكان انا مروة زهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الخامس الابتدائي هحل معكم النمازج الاسترشادية الخاصة بوزارة التربية والتعليم في مادة اللغة العربية بطرقة بسيطة جدا وسهلة قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى لو انا بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلكم تدعموا الفيديو باكبر عدد من اللايقات والتعليقات وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله تابعوا الفيديو للاخر واستفادوا من شرح المادة بمنتهى البساطة وان شاء الله اقول لكم شوية نصائح تنفزوها وتكونوا من المتفوقين في مادة اللغة العربية خلي بالكم ده النموذج الاول والنموذج الاول السؤال الاول عندك في ورقة الامتحان سيجيلك ويقرأ عليك فقرة اسمه نص استماع انت تسمع عن نص الاستماع ده من المدرس وتبدأ تحل الاسئلة الموجودة قدامك دول بيكونوا عبارة عن 3 اسئلة كل الطلبة اللي امتحنوا كانت 3 اسئلة دول بيبقوا فيهم سؤالين اختياري وسؤال صحي وغلط او 3 اسئلة اسئلة اختيارية فاتطمنوا من شاء الله الامتحان بسيط النصيحة اللي انا بقولها لحضراتكم ان انتوا الاول اول ما تمسك الورق حبيبي انت وهو ابدأ اقرأ الاسئلة بتاعة نص الاستماع دي الاول قبل ما المدرس يجي يقرأ عليك النص فانا دلوقتي هقرأ لك الاسئلة وبعد كده هنقرأ النص السؤال الاول اراد الاسد قتل الفارد بنقاط رقم 2 شخصيات القصة هي نقاط رقم 3 الحكمة التي اثبتها الفارل الاسد هي نقاط تعالوا بقى نسمع الاول مع بعض ده اللي انت المفروض تعمله انا بعملك المفروض انت تعمله مع الورقة بتاعة اللغة العربية النص ده المدرس هيجي يقرأه عليه نص الاستماع بيقول ايه نص الاستماع بينما كان الاسد غارقا في نوم عميق رقد الفارل ايقظه شعر الاسد بالغضب الشديد واراد قتل الفارل وتوسل الفارل الى الاسد الا يقتله وقال له قد اساعدك يوما ما صخر الاسد من الفارل وقال له انا ملك الغابة فيما ستساعدني ايها الصغير وبعد فترة قصيرة حوسر الاسد في شبكة الصياد فرآه الفقر وتوجه اليه ومزق الشبكة باسنانه الحد وافلت الاسد من شبكة الصياد وقال للفقر شكرا لك واعتذر واعتذر لانني صخرت منك دي الفقر اللي عندنا يا اصدقائي تعالوا نشوف الاسئلة الموجودة عليها اراد الاسد قتل الفقر بمخلابه بمخلبه اراد الاسد قتل الفقر بمخلبه بعد كده شخصيات القصة هي مين الفقر والاسد والصياد دي شخصيات القصة كمان بيقول لكم الحكمة التي اثبتها الفارل الاسد هي ايه خلي بالكم السؤال ده هو بيدربكم بس لكن عمرو ما يجيلكوا سؤال زي ده في النمتحان ما تخافوش الاسئلة بيكون 3 اسئلة اختياري او 2 اختياري واحدة صحي الحكمة اللي الفارحة بيعرفها للاسد ان الاختلاف بيحقق مبدأ التكامل فلا يستطيع احد مننا العيش دون الاخر دي الحكمة اللي الفارحة بيعرفها للاسد الاختلاف يحقق مبدأ التكامل فلا يستطيع احد مننا العيش دون الاخر تعالوا بايا اصدقائي نشوف السؤال التاني والسؤال التاني ده كان تعبير كتابي وخلي بالكم كل اللي امتحنهم هو يجايب لهم الفقرة دي وعايزك انت بس تبدأ تنقل من الفقرة دي وصف الشكل وصف الشخصية تبدأ توصف كمان اسمها صفات الشخص اللي قدامك وهنا يا اصدقاء بيقول لي اكمل الفقرة الوصفية التالية مستعينا بالصفات الشكلية والشخصية بالجدول هو جايب لنا شوية صفات عندي هي وصف الشكل جايب لي ان هو القامة طويل الشعر بني ناعم الواجهة ابيض الانف متوسط الحجم لون العين بني كمان وصف الشخصية جايب للدقة والالتزام وحب مساعدة الاخرين والصبر على التلاميذ والحرص على مصلحة التلاميذ ومثقف وواسع المعرفة دي وصف الشخصية وعايزني ابدأ اكتب انا بقى ايه الفقرة الوصفية من نفسي طبعا السؤال انتوا حسنوا ان هو تقيل هو من السؤال تقيل ولا حاجة انت يدوب تبدأ تجمع الجمل اللي هو جبالك دي جنب بعضك تكتبها في اسلوبك الراك ان شاء الله اول حاجة هتكتب هو كاتب لك حتى بدئ لك البداية وبيقول لك المعلم ثالث الابوين يحمل في قلبي لابنائه الطلاب الحب والعطاء معلمي في الاربينات من عمره طويل القامة جسمه ممتلئ قليلا عيناه بنيتان اما شعره بني وناعم ووجهه ابيض وانفه متوسط الحجم واسنانه تميل الى اللون الابيض ويتصف بقرم اخلاقي وحب لمساعدة الاخرين والصبر على طلابه والحرص على مصلحتهم وغير ذلك من الصفات الحسنة التي تجعله قدوة لنا في حياتنا هو انا بكتب الكلام ده بمزاجي يا ميس لا طبعا انت بترجع للجدول اللي هو جيبه لك وتبدأ تكتب الكلمات اللي هو كاتبها لك في الجدول وتعبر عنها في جمل بسيطة جدا او هو هيجيب لك بقى الوصف اللي انا كتبته ده وانت تبدأ تحلله الوصف الشكل الوصف الخارجي الوصف الشخصية كمان اسمها الوصف الشكل ما فيش اكتر من كده كلام سهل جدا تعالوا بقى للسؤال الثالث والسؤال الثالث ده بيكون عبارة عن نص ادبي وبيقول انت لازم تطلقك تقرأ القطعة دي مرة واثنين وثلاثة واحد يقول لي يا ميس انا بقرأ القطعة وما بقاش فهم منها اي حاج اقرأها مرة اقرأها اتنين اقرأها تلاتة بقرأ عليك تقرأ القطعة اكتر من مرة بيقول لي اقرأ ثم اجب في احدى الغابات ذات الاشجار الكسيفة كان هناك نهر عميق واسع بيقسم الغابة الى نصفين وكان القرد كثيرا ما يقفز على الاشجار التي على احد جانبي النهر وينظر الى الضفة الاخرى منه متمنيا اكتياز النهر الى تلك الضفة الاخرى ليقفز ويلعب على اشجارها ايضا فذهب الى التمساح وطلب منه ان يحمله على ظهره فوافق التمساح لكنه طلب من القرد ان يعطي له قلبه اولا فقر الكرد فهو يعلم ان التمساح اذا اخذ قلبه فسيموت وقال موافق ولكنني طرقت قلبي في الضفة الثانية من الله لذلك ساعقد معك اتفاقا بان اعطيك قلبي بعد ان اعبر الى الضفة الاخرى فقر التمساح قليلا ثم وافقا وعندما عبر هرب الكرد وتسلق الاشجار مسرع وترك التمساح في الماء غاضبا وبذلك استطاع الكرد ان ينجو بنفسه من الهلل عايزني استخرج يا اصدقائي من الفقرة دي معنى كلمة عبور معناها اجتياز ومضاد كلمة رفضة وافقة وجايب لي اسئلة صح وغلط اراد الكرد السباحة في النهر الاجابة خاطئة وافق التمساح على طلب الكرد الاجابة صحيحة ما رأيك فيما فعله الكرد مع التمساح تصرف بزكاة ولم يتأخر في اتخاذ القرار الصائب فاستطاع النجاة انت هتقول ان الكرد تصرف بزكاة ولم يتأخر في اتخاذ القرار الصائب فاستطاع النجاة تعالوا على السطر السؤال الرابع والسؤال الرابع ده بيكون نص معلوماتي والنص هنا يا اصدقائي بيتكلم عن المياه الصالحة للشرب والمتاحة وبيقولي بتمثل المياه الصالحة للشرب والمتاحة بسهولة اهمية للصحة العامة سواء تم استخدامها في اغراض الشرب او الاستعمال المنزلي او اعداد الطعام فتحسين ادارة الموارد المائية بشكل افضل يمكنه من ان يعزز النمو الاقتصادي للبلدات ويسهم الى حد كبير في تقليل الفقر وقد اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة صراحة بحق الانسان في استهلاك المياه والمرافق الصحية بشكل ملائم لحياته فكل فرض انه الحق في الحصول على المياه الكافية والمستمرة والمأمونة والمقبولة والتي يمكن الحصول عليها ماديا وباسعار معقولة سواء للاستعمال الشخصي او المنزلي تعالوا بايا اصدقاء انحل مع بعض الاسئلة الموجودة وبيقولي اول حاجة معنى كلمة اليسر معناها السهولة مضاد كلمة الغني الفقير وكل المطلوب منكو حرص معاني كلمات كويس جدا اقرت الامم المتحدة بحق الانسان في المياه والمرافق الصحية بشكل ملائم لحياة الاجابة صحيحة ما العلاقة بين تحسين ادارة الموارد المائية وتقليل الفقر هتقول ان تحسين ادارة الموارد المائية ده بيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدان لسقر قادي الوقت وبيسهم في تقليل الفقر السؤال بسيط جدا وسهل والاجابة موجودة في الفقر عندكم تحسين ادارة الموارد المائية بيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلدان وبيسهم في تقليل الفقر تعالوا بعد كده على الشعر محرر من المحتوى وبيقولك ولم تكن أوطانه مفخرا له فليس له في موطن المجد مفخر ومن لم يبن في قومه ناصحا لهم فما هو إلا خائن يتسطر ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الآنام وعنبره تعالوا معنى مضاد كلمة يبن يخفي مضاد كلمة يبن مضادها يخفي ما البيت الذي يدل على المعنى التالي الذي يحمي وطنه ويدافع عنه يذكره الجميع بالأخلاق الطيبة طبعا عمدك البيت الأخيرة هو بيقولك ومن كان في أوطانه حاميا لها فذكراه مسك في الآنام وعنبره وعايزني أستخرج تعبير مجازي من الأبيات ممكن أقول كلمة فذكراه مسك في الآنام وعنبره ده تعبير مجازي كمان آخر سؤال هو السؤال الخاص بالنحو وبيقول لي رأيت الفتاة التي فازت في المصابقة عايزنا أستخدم اسم موصول فانطالما الفتاة مفرد مؤنس فانا هاستخدم كلمة اسم الموصول التي بعد كده جايب لي كلمة ماهران وعايزنا أستخدم مبتدأ مسنع هقول العاملان ماهران المعلمان ماهران اللعبان ماهران بعد كده جايب لي قرمة الدولة الأمهاتي المساليات قرمة الدولة الأمهاتي مفعول بهم منصوب وعلامة نصبه القصرة لأن جمع مؤنس سالم التدخين يؤذي الرأتين التدخين يؤذي الرأتين بعد كده جايب لي حول الجملة الإسمية إلى فعلية الطبيب يساعد المرضى هقول يساعد الطبيب المرضى وطبعا الخط لازم تكتبويا أصدقائي السؤال الأخير جايب لي تخير الإجابة الصحيحة وده السؤال خاص بعلامات الترقيم كم كتابا لديك هعمل علامة استفهام لما تشوفوا قدامكم أسلوب استفهام فطبيعة تعمله علامة استفهام القراءة كثيرة الفوائد دي جملة هتحط في نهايتها نقطة قراءة تلميس كتابا وهتعمل فصلة وقصة جايب كلمتين أو جملة جملة وبعدها كلمة فطبعا هتعمل فصلة عشان تفصل بين الجملة وبينك أو بينك كلمتين المتنوعتين كتابا وقصة نعمل بينهم وبين بعض فصلة تعالوا نشوف النموذج التاني والنموذج التاني برضو نفس الكلام هنبدأ مع بعض أول حابق ده بقراءة النص الاستماع ونص الاستماع خاص بيقولي بتمتاز اللغة العربية بالعديد من المميزات من أبرازها معاني مفردتها حيث تجتمل كل مفردتها من مفردتها على معاني مختلفة فكلمة أسامة مثلا قد نقصد منها شخصا وقد تأتي اسما من أسماء الأسد واحتواؤها على 28 حرفا وهذه الأحرف تكتب من اليمين إلى اليسار خلافا للعدد الكبير من لغات العالم كما أنها من أقدم اللغات على سطح الأرض حيث يزيد عمرها على 1600 عام دي النص العام دي أصدقائي تعالوا نشوف الأسئلة الموجودة عنه بيقولينا أول حاجة بتتناول الفقرة بعد مميزات اللغة العربية طبعا الإجابة صحيحة كلمة أسامة في اللغة العربية لها معنى واحد طبعا الإجابة خاطئة عدد حروف اللغة العربية 28 حرفا هايجي لكم بالنص زي ما قدامكم كده سؤال صح وغلط واحدة اختياري أو اتنين اختياري واحدة صح وغلط لازم تقرأوا الأسئلة الأول قبل ما المدرس يقرأ عليكم نص الاستماع بعد كده جايب لكم السؤال الثاني ده التعبير الكتابي والتعبير الكتابي ده بيذكر فيه زي ما انتم شايفين جايب لك بقولك صديق لك يريد أن يكتب سيرته الذاتية ساعده ليكملها بنجاح مستعنا بالبينات اللي هو عطه لك دي جايب اسمه و جايب معلومات عن الأسرة و جايب معلومات عن الدراسة والهواية و جايب موقف ما ينسهوش أبدا و حي المعاوز يحققه أنا هكتب أول حاجة أنا يوسف ولدت في عام 2012 في منطقة المعادي بالقاهرة أسرتي مكونة من أربع أفراد التحقت بحضانة المدرسة و درست بها عاميني والتحقت بعدها بالمدرسة الابتدائية و أنا الآن في الصف الخامس الابتدائي وهوايات وماداتي المفضلة هي الرياضيات و من هوايات المفضلة ممارسة السباحة و من الأيام التي لا أنساها اليوم الذي حصلت فيها على المركز الأول في بطولة الجمهورية و أنا أحلم بتمثيل مصر في بطولة العالم للسباحة في المستقبل بس ما فيش أكتر من كده كل اللي بتعمله بيجمع جمل من الفقرة اللي قدامك وتبدأ تكتبها بأسلوبك الجميل السؤال التالت و ده بيتكلم فيه نص أدبي و بيشرح فيه عن أجازة نصف العام ذهبت أنا وأسرتي إلى قريتنا في صعيد مصر و قد أقمنا هناك سلاسة أيام والتقينا بأهلنا وأصدقاؤنا و قمنا بجولة للتعرف على أهل القرية الذين كانوا يرتدون ملابس مميزة حيث كان الرجال يرتدون ما يسمى بالجلبية البلدي والعمة والشال أما النساء القرية فكنا يرتدينا الجلبية والطرح السوداء و كان أهل القرية يشتهرون بالقرم الشديد و حسن الضيافة حيث قدموا لنا بعض الأكلات اللذيذة منها البتاو والكشك و كانت الرحلة منتعة حيث تعرفنا على بعض عادات الصعيد وتقاليد و منها الالتزان بالكلمة واللجوء إلى قبار السن لحل الخلافات تعالوا منشوف مراد في كلمة الجولة معناها تنقل مضاد كلمة القرم البخل أقامت الأسرة في صعيد مصر أربعة أيام الإجابة خاطئة يلجأ أهل الصعيد إلى قبار السن عند الخلافات الإجابة الصحيحة مع عادات وتقاليد الطعام التي وردت بالفقرة هقول العادات اللي وردت في الفقرة تقديم الأكلات اللذيذة منها البتاو والكشك تعالوا نشوف القطع لبعد كده يا أصدقائي و ده السؤال التلب بيكون عبارة عن نص معلوماتي اقرأ ثم أجب إذا أردت أن تزور العالم كله مجانا فاللغات تمنحك ذلك فمثلا قد تجعلك اللغات تكلم شخصا يعيش في انجلترا وأنت جالس في إيناتك مما يحدث بينك وبينه تبادلا لغويا وثقافيا واجتماعيا وقد يدعوك هذا الصديق لزيارته أو تدعوه أنت لزيارتك فتنشأ علاقات بين عائلتك وأصدقائك وعائلته وأصدقائه وقد تنهي الحديث مع هذا الشخص وتتكلم مع شخص آخر من بلد آخر وهكذا تنتقل من بلد لبلد وأنت في منزلك وبهذا يتضح لك أن اللغة للإنسان قد طائرة للمسافر استتيح لك القدرة على الطيران أينما ترد في الوقت الذي تريده تعالوا نشوف الأسئلة الموجودة عندنا يا أصدقائي معنا كلمة تمنح معناها تعطي مفرد مضاد كلمة القدرة مع مضاد كلمة القدرة العجز بيقول لي أي من فوائد تعلم اللغات التالية لم يرد في الفقرة إيه من فوائد تعلم اللغات ومجاش في الفقرة كلمة تعزيز المهارات الرياضية طبعا الفقرة ذكرت أن لتعلم اللغات فوائد كسيرة منها توسيع المعرفة الثقافية وتنمية العلاقات الاجتماعية وتحسن المهارات اللغوية جايبها من السؤال اللي قبلها كمان جايب لي السؤال الخامس ده الشعر ويا وطني لقيتك بعد يأس كأني قد لقيتك بك الشباب وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة وكل عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطاب معنى كلمة سيؤوب معناها يرجع مضاد كلمة يأس أمل تعبير مجازي ممكن أقول كلمة يا وطني أو ممكن أقول وكل عيش سوف يطوى دي كلها تعبيرات مجازية تعالوا على الجزء الخاص بالنحو أسرع الطبيبان نحو المريض كلمة الطبيبان طبعا دي جملة فعلية ودي ما نعينك على تحديد نوع الجملة قبل ما تعرف أي حاجة جملة اسمية يبقى متدق وخبر جملة فعلية يبقى فعل وفاعل وأحيانا مفعول به أسرع الطبيبان والطبيبان هنا فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مسنى يحب الناس المثقفين المثقفين هنا دي مفعول به منصوب علامة نصب إلياء لأنه جمع مذكر سالم كمان بعد كده ضع الاسم الموصل المناسب مكان النقط وصل المتصابقان اللازان فازا بعد كده كافأ المدير المؤدبات كلمة المؤدبات مفعول به منصوب علامة نصب القصر لأنه جمع مؤنس سالم المصريون يعملون بجد خلي بالكم بالجملة دي مهمة جدا جدا حول الجملة الإسمية إلى جملة فعلية دائما أنت خلي بالكم لما تجي تحولوا الفعل الفعل لا يجمع ولا يسنى في بداية الجملة فهتقول يعمل المصريون بجد تعالوا على آخر سؤال وده سؤال المقاص بعلامات الترقيم مع أروع آثار مصر هتعمل علامة تعجب قال المعلم هتعمل نقطتين فوق بعض أول ما تسمع كلمة قال المعلم قال الأب قالت الأم بتحط النقطتين المنصوصتين كم طالبا في الفصل بتحطي في نهاية الجملة علامة استفهام لأن ده أسلوب استفهام بدء بأدات استفهام دي كل النمازج الخاصة بوزارة التربية والتعليم في مادة اللغة العربية يارب أكون بقدم لكم معلومة مفيدة دعواتي ليكم جميعا حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مصمر وظهر ترجمة نانسي قنقر